أهلا بكم، نبدأ أسئلة إدارة تكامل المشروع أو Project Integration Management السؤال الأول بيقول كيف يمكنك التخطيط لإدارة التغيير التغييرات عموما تكون غير متوقعة وبالتالي فالتخطيط لإدارة التغيير غير منطقي التخطيط لإدارة التغيير يجب أن يتم أثناء تطبيق العمليات الأخرى للتحكم في التغيير يمكن التخطيط لإدارة التغيير في مجموعة من خطة الإدارة أو خطة محددة لإدارة التغيير التغييرات هي علامة على سوق التخطيط ينبغي للمرء تجنب التغييرات خلال المشروع وبالتالي القضاء على الحاجة إلى إدارة طيب نفكر في إجابة السؤال ده إزاي؟ هو مبدئيا التغيير لا يمكن تجنبه فبالتالي يجب التخطيط لإدارة التغيير التخطيط لإدارة التغيير في إدارة المشروعات بيتم عن طريق خطة من الاثنين يأما خطة لإدارة التغيير في المشروع ككل أو مجموعة من خطة الإدارة بيتم التخطيط لكل مجال معرفي على حدق يعني التخطيط لإدارة الجدول الزمني بيبقى جوه خطة إدارة الجدول الزمني جوه خطوات عمل التغيير للجدول الزمني جوه الـ Scope Management Plan جوه خطوات عمل التغيير للـ Scope جوه الـ Cost Management Plan جوه خطوات عمل تغيير الخاص بالـ Cost إذن فهتكون الإجابة الأفضل هي الإجابة رقم C إن التغيير ممكن يتعمل في مجموعة من خطة الإدارة أو خطة محددة لإدارة التغيير السؤال رقم 2 Which statement describes best handling of assumptions during the initiating processes أي من العبارات التالية تصف بشكل أفضل كيفية التعامل مع الإفتراضات أثناء مجموعة عمليات البدء A. It is the responsibility of the salesperson to identify all risks that are related to a customer project هي مسؤولية أفراد المبيعات لتحديد المخاطر المتعلقة بعميل المشروع B. Managing and organizing assumptions means avoiding risks right from the start of the project إدارة وتنظيم الإفتراضات يعني تجنب المخاطر من بداية المشروع C. Organizational environmental and external assumptions should be addressed by the project charter الإفتراضات المؤسسية والبيئية والخارجية يجب أن تحدث في ميثاق المشروع D. Risks are a sign of uncertainty avoiding all uncertainties means that a project should have no risks at all المخاطر هي دليل على الغموض أو الشك تجنب كل الغموض يعني أن المشروع أن يكون بلا مخاطر على الإطلاق بالطبع الإفتراضات المؤسسية والبيئية والخارجية اللي هي الorganizational environmental and external assumptions بيجب أن تحدث في ميثاق المشروع دي أفضل إجابة أما تحديد المخاطر ليس من مسؤولية أفراد المبيعات وإدارة الإفتراضات لا تعني تجنب المخاطر بل بالعكس أنت كل assumption أو كل افتراض بتفترضه بيضيف لك risk للمشروع لأن الassumption هو عبارة عن إيه؟ إفتراض النشيء ممكن يكون صح وممكن يكون خطأ طب لو كان خطأ أصبحت risk وتجنب الشك أو الغموض من البداية لا يعني أن المشروع يكون بلا مخاطر لأن الغموض يعني نقص المعلومات فبالتالي تكون الاختيار الأفضل هنا هو الاختيار C سؤال رقم 3 A stakeholder Come to you the project manager And suggest a change that will shorten your schedule by two weeks What is the first thing to do تقدم أحد المعنيين لك مدير المشروع باقتراح تغيير سوف يقتصر الجدول الزمني الخاص بمشروعك بمقدار أسبوعين ما هو أول شيء يجب عليك القيام به A. Write up a change request and see if you can get it approved اكتب طلب التغيير ونرى ما إذا كان يمكنك الحصول على موافقة عليه B. Make the change it will save time and no one will want the project to take longer time نفذ التغيير فهو سيوفر الوقت ولا أحد يريد أن يستغرق المشروع وقتا أطول C. Figure out the impact on the scope of the work and the cost before you write up the change request D. Tell the stakeholder that you have already communicated the deadline for the project So you can't make any change now أخبر الشخص المعني أنك قد أبلغت بالفعل الموعد النهائي للمشروع لذلك لا يمكنك إجراء أي تغيير الآن وفيه عندنا مجموعة خطوات لعمل التغيير هتلاقيه في جزء الملخص الموجود في محاضرة الملخص ممكن نرجع له هنلاقي فيها خطوات عمل التغيير بالتفصيل طيب بالنسبة للسؤال دوت أولا يجب تقييم التغيير لمعرفة تأثيره على باقي قيود المشروع فالتغيير هنا هيختصر الجدول الزمني طيب هل هيأثر على الـ scope؟ هل هيأثر على الـ cost؟ هل هيأثر على الـ quality؟ لازم نعرف الأول إيه تأثيره على باقي قيود المشروع ثم كتابة طلب التغيير وإرساله إلى مجلس التحكم في التغيير فبالتالي يكون الاختيار الأفضل هنا هو الاختيار C سؤال رقم 4 Angela is a project manager on a construction project Angela هي مديرة لمشروع إنشاء 3 months after the start of the project the project team members found that they had not estimated enough time and cost for some of the testing work they need to do اكتشف أعضاء فريق العمل أنهم لم يفترضوا وقت وتكلفة كافيين لبعض أعمال الإختبارات التي يجب عملها She requested that the new work be added to the scope statement and that the time and cost to do the work be added to the schedule and cost baselines فقد طلبت أن تضاف الأعمال الجديدة إلى بيان نطاق المشروع وأن يضاف الوقت والتكلفة الإضافيين للخطوط المرجعية للجدول الزمني والتكلفة The change control board approved her change What is her next step? فوافق مجلس التحكم في التغيير على هذا التغيير فما هي القطوة التالية Update the scope schedule and cost baselines to reflect the approved change تحديث القطوط المرجعية للنطاق والجدول الزمني والتكلفة لتعكس التغييرات Start doing the work ابدأ تنفيذ العمل Evaluate impacts of the new work on the project management plan تقييم تأثيرات العمل الجديد على قطة إدارة المشروع Perform quality assurance أداء ضمان الجود أي اختيار هيكون الأفضل؟ بعد موافقة مجلس التحكم في التغيير The change control board بعد ما بيوافق على التغيير واللي هو الموقف اللي حصل في السؤال هنا مجلس التحكم في التغيير وافق على التغيير يجب تحديث خطة إدارة المشروع والخطوط المرجعية حتى تتم إدارة المشروع بالخطة الجديدة فبالتالي هيكون الاختيار الأفضل هو الاختيار ايه؟ أما ما أقدرش أبدأ تنفيذ العمل من غير أعمل تحديث لخطة إدارة المشروع وبالنسبة لتقييم التأثيرات evaluate the impact ده already حصل لأن المجلس التحكم في التغيير مش هيوافق غير بعد ما بتكون عمل التقييم للتأثيرات على المشروع سؤال 5 The customer has sent you a change request لقد أرسل لك العميل طلب تغيير The change is easy to complete and it doesn't affect the project budget What should you do first? التغيير سهل تنفيذه ولن يؤثر على ميزانية المشروع فماذا يجب أن تفعله أولا؟ A evaluate the impacts on other project constraints تقييم التأثيرات على باقي قيود المشروع B send the change request to the change control board ارسل طلب التغيير إلى مجلس التحكم في التغيير C make the change as soon as possible نفذ التغيير في أقرب وقت ممكن D ask the project sponsor to approve the change request أطلب من رأي المشروع الموافقة على طلب التغيير زي ما قلنا لازم في الأول تقييم التغيير أو تأثير التغيير على باقي قيود المشروع قبل كتابة طلب التغيير وقبل إرساله إلى the change control board إذن الاختيار الأفضل هنا يكون الاختيار إيه؟ أن أنت تعمل تقييم لتأثير التغيير دوات على باقي قيود المشروع